مرحبا بكم في قناة تحفة يوب من تندوف إلى تيلمسان النظام المغربي يستفز الجزائريين ومفجأة مدوية في خرجة الجيش الجزائري تصنع الحدث البداية أولا مع الخرجة التي تصنع الحدث من الجيش الجزائري بسبب خرجة نظام المغربي ونشاطاته على الحدود الجزائرية وتماده في كل مرة من دون تراجع فيما يحاول إغراق الجزائر به بالممنوعات قبل مدة في تندوف والآن في تيلمسان حيث قام الجيش الجزائري بتنفيذ عملية وطنية ضخمة لإسلاف أطنان مطننة من الممنوعات التي تمكنت الجزائر من رصدها وتصدي لها مع محاولات نظام المغربي إدخالها عبر محاولات كثيرة يوميا مستغلة الحدود المشتركة إذ حضر لعملية الإسلاف وحرقها سلطة المدنية والأمنية المحلية والجهوية وذلك بعد أن تم تجميعها كلها التي تم حجزها على مساوى التراب الوطني من طرف وحدث الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والأمن الوطني وكذا مصالح الجمارك الجزائرية إذ كان الجيش الجزائري في أكثر من مرة حدر النظام المغربي أميرا إياهم بوقف محاولات إدخالها للجزائر لما تخلفه من أفات وأضرار إلا أن النظام محمد السادس ناصب للعداء للجزائر بل ويستغل هذا الأمر لمحاولة تشويش والضغط على الجزائر كذلك ما حدث مؤخرا في ولاية تندوف هزك الجزائرين دياتا وبعد الخرج الأخير من النظام المغربي الذي وجه الرسوني أحد أدرع الملك محمد السادس لتصرح لدى الجزائر والدعوة لسترجاع تندوف من الجزائر في خرج غاربة لتجيش الفتن بين الشعبين الجزائر والمغربي أطل النظام المغربي بخرج جديد في الحدود ليزداد بها التوتر عبر محاولة غرق الجزائر بالممنوعات التي يدخلونها في الحدود ليرود الجيش الجزائري بقوة ويزيد من درجة تأخذ والمراقبة الدقيقة والقصوى والمكتفة لطول خط الحدود مع المغرب لمنع أي محاولات لإدخال هذه الممنوعات التي ستحطم وتضيع المجتمع أما عن خرجة الرسون ودعوة لسترجاع تندوف حسب دعائه من الجزائر فذلك حول بعيد لمنال عن المخزن وأوهم يتخيلها وفقط أما في أرض الواقع فالسيادة الوطنية على كافة تراب الوطن كاملة ولكن الزازة بأقوال ذلك الفتان الرسوني الذي يلتقده حتى المغرب أنفسهم ووصفوه بشيخ الفسن وطلب بعض العقلاء المغرب من الجزائرين وأن ذلك المعته لا يمثلهم وأنهم إخوة وأصلا هم مفروض عليهم التطبيع والقمع والصم في تضيق قاسلة وطاق في مملكة محمد ثالث الذي يتخبط ويفشل على كل أسعاده خاصة منذ أن أرسم إلى حدن الكيان بالتطبيع فقاد كل جيرانه وحتى حولباه بعد أن تلقى التقارير مفصلة على تعرض الجزائر لتحرك منهج دلها وتم أمر كل أسلاك بمواجهة هذه الحملة التي أصبحت تهدد الأمن والاستقرار الوطنيين خاصة وأنها تستهدف الفئة الأكثر حساسية وفهية فئة شباب أبارات المغربية تعود مجددا لمحاولة تخبئة سعداني مع القبل الدولي الجزائري ولن تصدق عما أعطاه ملك المغرب ويتحدى الجزائر بخرج غير متوقع بداية لملك المغربية عودوا لاستغلال بعض المسؤولين الجزائريين الهاربين ومعارضين أيضا وذلك للتشويش على الجزائر ومحاولة استعمالهم كما يتوهم كوراق الضغط آخرهم الآن عمار سعداني الهارب وتدخل الملك المغرب بمخابرته بمحاولة تمويه على عمار سعداني جاء ذلك بعد محاصرته من الجزائر وأمر القبض الدولي لادبا تقاربا خاصة بعد قيام ابنه بتسليم نفسه للجزائر وتمت محاكمته ووضعه في السجن ملك المغرب كانت صدفة عمار سعداني في المغرب وكانت صحفة عربية وأجنبية ذكرت في مقالات أن ملك المغرب بعد أن كان أعطى عمار سعداني فيلات وأموال طائلة في المغرب ثم بعدها أرسله إلى دول أوروبية عندما كان هذا الملك يحاول الصلح مع الجزائر لتعيد له الغاز والمجال الجوي لكن الآن ومعرف الجزائر ومحاصرته والوضع المعقد على سعداني تدخل الملك المغرب مجددا بسرعة لحماية عمار سعداني وحتى لإعادته للمغرب سريان قبل النجاح القبض الدولي لأنه سيخسر ورقته فسعداني كل هذا الاهتمام له من ملك المغرب جاء لأن سعداني خان الجزائر ومنح ولأه للمخزن في عدة قضايا أولها القضية الصحراوية التي تهجم فيها سعداني على الجزار وقال أيضا أنها مغربية وليست غربية كما بارك سعداني التطبيع ولم يعارض هرولة ملك المخزن للتطبيع وهذا كله مقابل أن يمنح له الملك المغرب الحماية من القبض الدولي فمحمد سادس متورط مع أحد أكبر المفسدين لأنه يحمي سعداني بالرغم من أن الأخير عليه العديد من الأحكام القضائية بسبب تورطه في الفساد ونهب ألف الملاير من الخزينة العمومية بجانب تحريب أموال طائلة للخارج وسوء استغلال الوظيفة التي بسببها الحق أدرار جسم بالخزينة العمومية ومع ذلك وفي سبيل سفزز الجزائر والإدرار بها مالك المغرب مساعد لحماية وتحريب المفسدين والعملاء والدفع لهم بدل الالتهاق بمشاكله الداخلية ورفع نداءات شعبه المقهور وطبعا إيوائه للمعارضين والهاربين في المغرب يتطلب أموال طائلة ويدفع لهم بسخاء بجانب أن يوفر لهم كل شيء من السكن إلى الأكل والراثب الشهر وكل الرفاهيات حتى يهاجموا الجزائر ويعملوا لمعاه طبعا كل هذا على حساب جيوب شعب المغرب المغلوب على أمره مع العلم أن ابن عمار سعداني أقدم على أفضل خطوة عندما قام بتسليم نفسه على إطر إصدار مذكرة توقف الدولية وهذا ليصفق قضاياه مع العدالة ولا يظل هاربا طول حياته عكس والده الذي ارثم في حرن المخزن لمحاولة الإفلات من المحاسبة مع العدالة حتى بتحوله لعمل والعمل لضبلده التي أنجبته أخبار اليوم المغرب يستثقون من ألعب أهل ملكهم ويكتشفون صدق الجزائر وجدارتها وهذا ما ينتظر محمد ثادث ولن تصدق ماذا وجدوا مجددا بداية سقطت كل أوراق الملك محمد ثادث في مواجهة الجزائر ومنافستها بعد انتهاء رسمي والحسن في قضية أمبو بلغاد النجيري الذي حاول الملك المغربي المرهن عليه أمام شابه والإدعاء أنه حسمه لصالحه وأن النجيريا قررت التخلي عن الجزائر لإنجاز هذا المشروع مع المغرب أين ظل الملك المغربي يوجه إحلامه للترويج لهذه الخرجة على مدار أشهر كما أنه زار نجيريا شخصيا في محاولة لمنافست الجزائر وإقناع نجيريا بتخلي عن الجزائر ليستفق المغرب أخيرا الآن أيضا على فشل جديد لملك محمد ثادث مع الإعلان الرسمي والحاسم من نجيريا مع الجزائر بخصوص أمبو بلغاز الذي سيمر عبر الأرد الجزائرية نحو أوروبا وبهذا يخسر منافسة جديدة ويفشلوا في إيجاد أي بدل لغاز الجزائر الذي كان يسنعام به الشعب المغربي إلى أن تم قطعه من الجزائر كرد فعل على سياسة محمد ثادث المعالية للجزائر وهناك سخط شعبي في المغرب على الملك محمد ثادث ومستاؤنا من أزمة الغاز التي لم يشد لها أي حل هذا الملك خاصة وأن فصل الشتاء والأيام الباردة على الأبواب والتي يتضعف فيها الطلب على الغاز كما أنه لم يستطع إقناع الجزائر على تشغيل أحد الأنبيب الجزائرية التي تمر بالأراضي المغربية نحو إسبانيا لهدف الأزمة متفاقمة والأسعار تتضاعف وإن لم يتدارك الأمر سريعا سيصبح في ورطة أكبر بكثير أما وبخصوص صدمة التي تلقاها الملك المغرب مجددا فقد حسم وزار طاقة نيجيرية تيمبر سيلفا الجدل بشأن أنبو بلغاز العبر لصحراء مع الجزائر والمشروع الثاني مع المغرب وماذا تقدم المشروعين قال للشرق أن نيجيريا حسمت قرارها مع الجزائر وأصلا الجزائر أنهت بناء شبكة أنبي بلغاز داخل أراضيها والتي ستمتد من نيجيريا عبر النيجير لنقله إلى أوروبا نحن استكملنا في نيجيريا 70% من الخط مضحا هذا الوزير أنه خلال عامين ستكون النيجيريا قادرة على البدء بعمليات الإنشاء للأمبو الممسد من نيجيريا عبر النيجير إلى الجزائر الذي يسمى الخط العبر للصحراء الإفريقية نحن نركز خلال هذا العقد على تطوير موارد لغاز والكثير منه سيتجه إلى أوروبا فنحن نبني خط للغاز يمسد حفى أوروبا عبر الجزائر ونحن في شراكة مع الجزائر لبناء خط غاز سينقل غازنا مباشرة إلى أوروبا إذا عجبك الفيديو اشترك في قناة تحفة يوب ولا تنسى الإعجاب والتعليق ترجمة نانسي قنقر